جزاكم الله خير وأحسن إليكم أم عبير تسأل وتقول هناك ثلاث عادات متبعة في قريتي والقرى المجاورة ونحب أن نعرف حكم هذه العادات العادة الأولى تخصيص الميت بأضحية تذبح عنه غير التي تذبح عن أهل البيت الأفضل أن نكتفى بأضحية عن أهل البيت وعن الأموات فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحيتين واحدة عنه وعن أهل بيته والثاني عن من لم يضحي من أمة محمد فدل على أن الأضحية تتسع ولله الحمد للأحياء وللأموات إذا اقتصر على واحدة كان هذا أحسن وإن ضحى باثنتين كما ذكر السائل فلا بأس بذلك